بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر السادس بعنوان Properties of Sections Moment of Inertia في جزئها التاسع طبعا هنا نحن نشوف مع بعض الpolar moment of inertia ونشوف الradius of gyration of an area ونطبقهم على مثال الثاني sample problem number two Polar moment of inertia It is an important parameter in problems involving torsion and cylindrical shafts of cylindrical shafts and rotations of slabs يعني بالنسبة للpolar moment of inertia نحن نستعملو كثير لما بندرس الproblems اللي بتكون فيهم التorsion وبتكون فيهم أيضا الrotation مثلا تع السلاب في حال مثلا عندي هنا مبنى بيصير فيه أحيانا زلزال يؤدي إلى rotation للسلاب فهنا رح نحتاج فيها ما يسمى بالpolar moment of inertia أو لما بتكون عندي مثلا هنا بيم وبتطبق عليها torsion فالالتواء متاح هذا رح نحتاج فيه دراسة الpolar moment of inertia القاعدة بتقول أنه g0 بتساوي integral of r dA dA هو differential area هنا وبالنسبة للr هو المسافة أو الفيكتور من هنا إلى هنا والr طبعا عندها مكونات x y هذا الy وهذا الx the polar moment of inertia is related to the rectangular moment of inertia يعني العلاقة بين وبين الرectangular moment of inertia رح نشوفه الحين أنه لو عوضت مثلا هنا الر تربيع x plus x تربيع plus x تربيع plus y تربيع هنا شايفين بيثاغور هنا لو هذه x وهذه y طبعا الr تربيع بتساوي x تربيع مع y تربيع أو عوضتها هنا وبعدين بالنسبة اللي أقدر أعمل توزيع بالنسبة للdA هنا وهنا فتحصل على الكتابة التالية هذه هي ال-i y وهذه هي ال-i x فبالتالي g0 اللي هو الpolar moment of inertia بيساوي i-y مع i-x نمر الآن إلى ال-radius of gyration of an area consider an area A with moment of inertia for example here i-x imagine that the area is concentrated in a thin strip parallel to the x axis هذا مثلا من ال-area هنا زي ما تشوفوا parallel to the x axis وعندها moment of inertia i-x طبعا ال-i-x هذه بتساوي kx تربيع multiplied by a يعني kx بتساوي root square of i-x over a kx هذا بنسميه radius of duration with respect to x axis وهي عبارة على المسافة من هنا إلى هنا تقاس بالمتر أو بالسنتيمتر حسب أبعاد يعني الشكل اللي انت بتدرسه نفس الشيء هنا بالنسبة لل-y لو عندي مثلا هنا strip زي ما نشوفوا هنا عنده area A ال-i-y بتساوي ky تربيع ضرب A يعني تعطي أنه هنا ky بتساوي root square of i-y divided by A ولو عايز الحين تستعمل polar moment of inertia تقدر تكتب g0 بتساوي ky0 تربيع multiplied by A يعني kyO بتساوي root square of gO divided by A وطبعا زي ما نعرف من قبل احنا عندنا i x تربيع مع i-y تربيع بتساوي g0 تربيع اللي هو polar moment of inertia نفس الشيء بالنسبة لل radius of duration of an area لو احنا بنستعمل هنا معطيات polar moment of inertia رح تعطينا في الآخر لأنه radius of duration هنا kyO تربيع بتساوي kx تربيع مع ky تربيع شكرا